بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب العارية والوديعة العارية العارية إباحة المنافع ولا بد أن يكون النفع مباحة كإعارة الكتب وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه متفق عليه وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا ضمان الوديعة الوديعة هي إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه ومن أوديع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها وبهذا يتبين أن المال الذي يجعل عند البنوك ليس بوديعة بل هو قرب متى يجب على المستعير رد العارية؟ إذا انتهت المدة أو إذا طلبها صاحبها أو إذا خاف عليها السارق أو إذا سافر المستعير أو إذا تم الانتفاع فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اشترك المقبل اشترك بالإلا سابصا même Blessed أشترك بالإلات Prestana البيع差 المنصر اشتركوا في القناة